اشتركوا في القناة وقد قطعنا فيها شوط اللباء السبيح حتى وصلنا إلى صفحة 70 ولقد علمنا من قبل أن الكفاية القرائية تتحدث عن بعض أنواع القراءة السريعة والتي منها القراءة التشير، القراءة الصفح، القراءة الانتقائية، القراءة النسوس الوظفية والقراءة على الإنترنت ثم بعد ذلك سندرس إن شاء الله استراتيجيتان لتسريع الكراءة وقد وصلنا بحول الله وقواته إلى صفحة 70 فلو سمحت يا شباب معايا إلى صفحة 70 إن شاء الله هناك تدريب بعنوان مكانة اللغة العربية بين اللغات وكما تعودنا من قبل عند دراسة هذه النصوص نقرأ قراءة صميطة ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة الوردة لما نقول قراءة صميطة علينا إيقاف الفيديو ثم بعد ذلك اختبار أنفسنا في الحل السؤال الأول في صفحة 74 يقول لما استطاع العرب أن يتخذ غيرها من اللغة العربية؟ لما في أيديهم من جوامع الكلمة التي تحمل من سمو الفكر وأمارات الفتوة والمرؤة ما لا مثيل له السؤال الثاني فاقت اللغة العربية غيرها من اللغات؟ كما يقول المؤرخ الفرنسي أرنست رينان هناك ثلاث نقاط وردت في النص ما هي؟ السؤال الثالث اللغة العربية من وجهة نظر الكاتب هل هي في أسفل أن أعلى سلم لغات العالم؟ الإجابة نعم هي في أعلى سلم لغات العالم السؤال الرابع يقول ما السمة التي تجعل اللغة العربية لغة عالمية باقية؟ ما الإجابة؟ نعم أنها لغة الإسلام خاتب الرسالات السماوية ولغة القرآن الكريم المتعبة بجموية إلى أحيان الساعة وهذا الخلود اللغة العربية جعلها لغة عالمية باقية بخلود الإسلام السؤال الخامس علت اللغات لدى شعوب الأرض ليش؟ لما؟ لإقدارها على التواصل والتفاهم السؤال السادس يقول بما أجاب مولى هشام الض عبد الملك حينما سأله أبو جعفر المنصور عن هويته ماذا قال له؟ نعم قال له إن كانت العربية لسانا فقد نطقنا به وإن كانت دينا فقد دخلنا فيه السؤال السابع يقول أذكر قول عالم يذل على أهمية اللغة العربية نعم هو قول أبي منصور الثعالبي عندما قال من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن أحب الرسول العربية أحب العرب ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعربي محمد صلى الله عليه وسلم السؤال الثامن يقول ما واجبك تجاه اللغة العربية نعم يا شباب واجبنا تجاه أن نتعلمها تعلم أن نعتزرها قولا وعملا أن نطبقها في حياتنا أن ندافع عنها دفاعا ممينا ننتقل معا إلى السؤال السادس وكما تعودنا أن هذا السؤال يعتبر من الأسئلة التي يقوم بها الطالب كواجب منزلي أو نشاط منزلي وبمشيط الرحمن سنقوم بحل هذا التدريب ونتواصل معكم على جروب الفصل في كيفية تصحيحه وأرسله لي بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الذي يقول صف العمليات والإجراءات التي قمت بها لتزيد من سرعتك القرية أثناء قراءة النص بداية لا بد من تحديد النوع الفني للنص بمعنى هل هذا النص الذي سأقرأه؟ هل مقال؟ هل رسالة؟ هل طلب؟ هل شكوى؟ لأنها تختلف في الأجزاء الفنية ثم بعد ذلك نتعرف على أسليم التنظيم التي يقوم بها الكاتب من عنوين جانبية، كتابة في فقرات، تعداد إبراز إلى آخره ثم بعد ذلك تحديد الأسليم المساعدة هل أضاف لنا جداو الرسومات؟ هل أضاف لنا تلخيص سؤال وجواب؟ هل انتقل من العام إلى الخاص أو من الخاص إلى العام؟ كما درسنا فيما مضى، ثم بعد ذلك الاهتمام بالجمل المهمة في الفقرات من التحديد والإبراز، وبعد ذلك بيان المفردات الصعبة ووضع أسئلة لمضمون المعنى ننتقل إلى صفحة 75 نفس التدريب أنواع القراءة السريعة وأهدافها واستراتي وجودها هذه الأهداف السريعة التي درسناها فيما بعض ألوهية فيما قبل هي درسة قراءة التمشيط، قراءة التصفح، قراءة الانتقاء، قراءة النصوص الوظيفية، قراءة على الإنترنت عليك أن تقرأ تدريب رقم ألف قراءة جيدة لأنه يبين لك الهدف والمصدر والاستنتجية لكل قراءة من تلك القراءة ثم بعد ذلك يطلب منا إعطاء تعريف عن كل قراءة من القراءات الخمس قراءة التمشيط هي قراءة هدفها البحث عن معلومة صغيرة ومحددة أما القراءة الانتقائية قراءة بعض الموضوعات المختارة من مصادر كبرى التصفح هي قراءة سريعة لأغذي فكرة عن محتوى الكتاب أو مجلة والنصوص الوظيفية هي قراءة الأعمال الكتابية لدى الموظفين في عملهم والإنترنت هي قراءة التصفح لمتابعة المسجدات على الإنترنت لو انتقلنا إلى صفحة 76 نجد أنه تدريب رقم باء يقول لنا المعنى يحدد السرعة القرائية يعني العلاقة بين السرعة والمعنى وعند محددات السرعة كما هي وظاهرة أمامك الآن في صفحة 76 خمسة عوامل تحدد السرعة منها عمق المعنى بمعنى عند قراءتي للنص هل أنا أحتاج إلى المعنى أو الفهم الوصول إلى مستوى الفهم الحرفي أم التفسيري أم النقدي أو الإبداعي وكل واحد من هذه المستويات يتحدد معه سرعة القراءة ثانياً درجة أهمية المعنى بمعنى هل لو أنا لم أحصل على المعلومة ماذا لا سيحدث سأعيد القراءة مرة أخرى وستقل سرعة القراءة فيما بعد بعد ذلك درجة صعوبة المعنى ممكن أنا كقاري أفواً تكون لدي سرعة في القراءة ولكن بسبب سوء تنظيم النص أو ركاكة الأسلوب تضعف السرعة ممكن أكون أنا ضعيف في مستوى معلومة تضعف النص يبقى ضرر صعوبة المعنى يتحدد على أهلها محددات السرعة بعد ذلك حجم المعنى أي كمية المعلومات الموجودة في النص وكمية المعلومات التي يريدها القاري آخر شيء من محدد السرعة الزمن المتاح للقراءة ولتكوين المعنى فلو كان الزمن قريلا ستكون القراءة أسرع وأسرع أما إن كان هناك زمن طويل فهذا يعطينا مجال للقراءة في المعنى بعد ذلك ننتقل إلى هذا التدريب العلاقة بين السرعة والمعنى القراءة المتأنية كما هو مكتوب أمامك إذا كان المعنى مهما أو عميقا أو ضخما أو صعبا أو يجمع من الصفتين أو أكثر من هذه الصفات القراءة البطيئة إذا كان المعنى صعبا أو مهما أو ضخما القراءة السريعة إذا كان المعنى خفيفا أو سطحيا أو سهلا القراءة الخاطفة إذا كان المعنى هامشيا أو غير مقصود بالقراءة إذا انتقلنا إلى صفحة 77 نجد أن هناك بعض التدريبات الجمعية ولكن لظروف الحال لا نتمكن من هذائها ثم ننتقل إلى صفحة 78 تدريب الخامس ويعطيك بعض العوامل المساعدة التي تساعدك على سرعة تحصيل المعلومة نجد يقول لك اقرأ تساعدك البنية الفنية للنصوص الوظيفية على صورة القرارة والمقصود بالبنية الفنية لكل نص أو لكل نوع أو لكل فن من فنون الكذابة ألا هو المكونات الرئيسة التي يتكون منها هذا النص بمعنى أنا لو عندي رسالة فالرسالة لابد أن تحتوي على مقدمة وعرض وخاتمة لو عندي وطبع المرسل المرسل لي والعنوان إلى آخره لو عندي طلب من المقدم ولماذا قدم وماذا فعل إلى آخره فهناك خمسة أسئلة تساعدك على استخلاص المعلومة في أقصى صورة وخصوصة في الأعمال الوظفية أو في الرسائل الوظفية منها من وماذا ولماذا وأين ومتى وهذه ما وجود عندك في الصفحة 78 إذا انتقلنا إلى التدريب ولكن تدرب على صورة القرارة من تصوص الوظفية النص الأول يقول لك دعوة عامة تدريب السادس دعوة عامة اقرأ بصرعة شباب وبعد القرارة نجيب عن الأسئلة نجد أن من؟ أن من الذي أرسل الدعوة هو النادي الأدوي والرياض وماذا دعوة للحضور؟ ولماذا حضور لمسا الشعري؟ أين؟ نعم قاعة المحاضرات بالنادي ومتى؟ ذكر التاريخ عندك يوم الأحد الموافق 11-7-1439 ننتقل إلى التدريب التالي وعليك أن تجيب وانت تقرأ عن الخمسة أسئلة الموجودة اقرأ لو سمحت نعم السؤال الأول من؟ ناصر بن سعد الذي أرسل الرسالة ومضمون الرسالة هي إشادة وإعجاب بما؟ أين؟ شركة الغذاء والتاريخ 27-8-1441 ننتقل إلى التدريب الثالث كما يقول لك نجيب عن الأسئلة الخمسة من؟ نعم هو مدير مدرسة الفاتف الثانوية ماذا؟ طلب لماذا؟ أجهزة حسوب وهواتف المكان؟ الرياض؟ متى؟ هو بداية العام الدراسي نصل بهذا القطر إلى نهاية لقائنا الأول على وعد بلقاء أستوذعكم المولى سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته